بالفيديو الاول اخدنا عشر طرق لتسأل الشخص كيف حالك باللغة الانجليزية بعشر اسئلة غير كلمة هاوريو هلأ بدنا ننتقل لشي التاني اللي هو كيف نحنا رح نجاوب على هذا الموضوع نحنا كيف نجاوب على هذا الموضوع بجميع يعني الاحوالنا سواء كنا مبسوطين مو مبسوطين اه نص عا نص شو هي كيف نحنا منجاوب غير كلمة فاين بالفيديو اليوم نحكي عن هذول العشر اجابات باللغة الانجليزية اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس learn english everyday اليوم نحكي عن عشر اجابات حنجاوبها نحنا بس انت لو اننا فاتك الفيديو سابق عن كيف تسأل الشخص كيفه باللغة الانجليزية رح ترك لك او رح ترك لك ياهم بالكارتز لحتى تشوفه ونزيد معلوم لك باللغة الانجليزية خلينا نبلش باول واحدة واللي هي الشائعة وكلاتنا بنقولها هاو ار يو ضغي بتقول له اي ام فاين تانكس هاو اباو يو يلي نحنا انا منيح شكرا كيفك انت في عنا رقم اتنين ممكن تقول بريتي جود يعني انه عن جدا منيح او ريكي نسي بريتي ويل كي يافين تستخدم بريتي جود او بريتي ويل يعني انه اوكي نوعا ما منيح نوعا ما منيح طيب هون not bad not bad لباس منيح يعني نص نص لانك مقصول ولانك مزاج لكن انت مزاجك نوعا ما سو سو اوكي فاتقول not bad مو سيئ اوكي here yeah it's great today it's really great yeah great تمام مع الاشارة هيك great اوكي فاتقول ايا great عزيم كان يوم اعطاه هي تكون كتير كتير هي بتسموها الاخر وحدة تكون كتير بقى متساعدة للشخصية yeah great وعننا هون نقم خمسة couldn't be better متل عنا يا باللغة العربية او نحنا منقول احنا اكتر من هيك بتخرب تمام couldn't be better يعني هاي اعلى وحدة يعني انا ما كنت متوقع ان ما في احسن من هيك فاتقول ايا couldn't be better كيف بتقول couldn't be better يلي هو انه احسن من هيك ما في يعني اوكي او انا باحسن الاحوال انا بمكان ما متوقع تمام يعني تقول يا couldn't be better يعني ممكن احسن كون احسن من هيك انا فنحنا حيانا نحن نقول اكتر من هيك بتخرب ان هيك كتير ممنيحة تقول يا كيف اكتر من هيك بتخرب couldn't be better وفي عنا رقم ستة can't complain't can't complain't اللي معتا انه يعني يعني اكل موضع مو منيح تمام لكن انه ابدأ لك خليه بالقلب تجراح ولا تطلع لبرة وتفضح اللي هو انك انت يعني هو الترجم الحرفية تبعيتها انه اه لا استطيع الشكوى ولكن هون بتقوله انه خليه بالقلب تجراح ولا تطلع لبرة وتفضح اللي هي can't complain't okay بتقولي الواحد how are you doing yeah i know can't complain't هيك خليه بالقلب تجراح ولا تطلع لبرة وتفضح okay بلقم سبعة وتكون انت مشغولي كتير وبتقولي الواحد انه يعني كتير انا كنت الاسبوع الماضي مشغول وكذا وهيك وتقوله i've been busy i have been busy انه انا كنت كتير مشغول او كنت يعني i've been busy you know or you can say i've been exhausted فينا كتير بزي وتحطي مثلا exhausted i've been tired كتير كنت تعبان او منهق وتستخدم i have been وتحطه اني انا كتير متعب او ملحق بشكل عام okay لغمة ماني same as always or you can say same as usual تمام يبتقول same as usual يعني كالعادة ما فيش جديد ما فيش جديد بتقولي الواحد yeah bro how's it going you know nothing new as usual daily routine you have the same daily routine nothing has changed okay ما فيش يتغير ببتقول له same as always or you can say same as usual okay واتملكم فيش يتغير وقوتين نفسي قادت لك ودعا بحق فبتستخدم هاي اوكي طيب هيا نروح لها اخر واحدة not so great not so great يعني ما كتير عظيم عادي جدا الموضوع مو كتير عظيم عادي جدا الموضوع فبتقول له not so great okay في عنا واحدة could be better هلا هون could be better يلي هون ما في احسن من هيك هون could be better ممكن يكون في شي افضل ممكن ما بتكون افضل يعني متأدم امتيحان وبتطلع وعلامتك مو منيحة اا وبتشوف العلامة فبتقول بطلع ما هي احسن بتقول could be better يلي stronger كن تكون افضل كيفorer بتستخدم معي could be better هون could be better بتاخذ علامة منيحة كيف تامة تقول ما في احسن من هيك أما هم بتقول could be better مع تأنهم ممكن يكون في أحسن من هيك ممكن ممكن الحالة قابلة للتطور الحالة قابلة للتطور عرفنا شو الحالات اللي استخدمتين ways to say how you are تحكي عن حالتك باللغة الإنجلزية خلي عمل لهم إعادة على السريع أول حدي أنا منيح شكرا كيفك أنت في عنا هون pretty good pretty well pretty good you can say either pretty good or pretty well not bad you know not bad لا بس great you see it great هايك الاسيالي أكبر هايك الاسيالي أكبر great أوكي مو great أوكي لا هايك الاسيالي أكبر هون couldn't be better you know couldn't be better أحسن من هيك مافي أحضر من هيك ما في أكتر من هيك بتخرب وعنا هون can't complain خليها بالقلب تجرح و لا تطلع لبرده تلضح يا أخي ما في أحسب هايك الاسيالي أكبر هون في عنا I've been busy you know I've been busy I've been exhausted I've been happy يتنسي أنا كثير سعيد I've been tired أنا كثير متعب أكي طب مستخد ما فينا يتخذ I have been وتغير السبجك أو الاجكتفون وبمشي حالك أكي طب رقمت معاني اللي هي same as always أوكي سعيد بسيلك الفئة how's it going yeah I know nothing has changed تمت تكون yeah as usual we have the same daily routine أكي work study home أكي going out like this أوكي تبدلو same as always كالعادة nothing can change home not so great ما كثير عظيم عادي مثل not bad أوكي فتستخدم نفس يعني the same not bad أوكي وعنا هون could be better ممكن يكون في حالة أفضل حالة أفضل فهون معنا في couldn't be better اللي هو إنه ما في أحسن منه هون could be better إنه الحالة تبعيتنا ممكن قابلة للتطور قابلة للتطور بنهاية هالفيديو أتمنى منكم تكون استمدعت واستفدتم الشيء لأخذنا نراتي ستكون عملا تايك وسبسكرايب لأخذنا على اليوتيوب وإذا فاتك الفيديو الأول راح ترك لكاميرا وتمعتلك بالدسكريبشن أو ترك لك هافو باستفلك